المسيح قال لأقدر أن أفعل من نفس الشيء نعم أحد الجوانب أحد جوانب الإخلاء أنه أخلى نفسه من ممارسة السيادة المطلقة كلمة سيادة جامع كلمة سيد يعني كلمة سيد يعني حر في اتخاذ القرار عكس السيد العبد السيد حر في اتخاذ القرار العبد ليس حر في اتخاذ قراره السيد أخذ صورة عبد في لب اتنين فعش كده لما أخذ صورة عبد سيأتي خاضعا للآب باعتباره سيده عشان كده أخلى نفسه من ممارسة السيادة المطلقة فبالتالي ما عندوش حرية في اتخاذ القرار كإنسان حدد نفسه نعم ده من جهة ناسوته التفاجنة عشان كده لو لعاذر مرد يروح يشفيه ولا ما يشفيهوش يقيمه ولا ما يكهمهمش من اللي ياخد القرار الآب من اللي يطيع الابن عشان كده جاء أجرى الآية دي ونختم بيها أعتقد عشان الوقت يوحنى أصحاح خمسة نجيل يوحنى أصحاح خمسة أعتقد عدد تسعتاش أو عشرين احنا ممكن معانا نص ستجاجة حاضر تسعتاشر أجابة يسوع وقال لهم الحق الحق وكلكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه يعني يعمل من نفسه يعني ما يعملش من نفسه وعمش بحريته لأنه أخذ صورة عبد الآب في شبه الناس وضع نفسه وقطع عشان كده هنا الآية دي بتكلم أنه يقدر يعمل كل حاجة لكن ما عندوش الحرية أنه يتصرف كما يشاء لأنه صار إنسانا عشان يظهر لنا الإنسان الخاضع